السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدادي ومع أحدث أجهزة لابتوب شركة إيسوس لابتوب فخم من الآخر خلينا نشوف أهم المواصفات والميزات والأسعار والرابط الشراء بتلوقها بصندوق الوصف أسفل الفيديو ويلا نبدأ الفيديو مع بعض صراحة لابتوب أحلى ما فيه كذا مبدئيا قبل تشغيله هو تصميمه واللون اللي جاي به صراحة أبدعت فعلا شركة إيسوس بتصميم هذا الجهاز خلينا نبدأ معاكم أهم المواصفات والميزات لهذا الجهاز بالتصميم أتي الجهاز بتصميم خرافي وأنيق جدا باللون الأبيض نسميينه لون القمر مواد تصنيع عالية الجودة فعلا مع قطاء من الألومنيوم مصمم بشكل جمالي فيه تقريبا 6536 ثقوب شركة إيسوس نسميتها الهاني كامب أو ما يعرف بخلية النحل هذه تقنية تصنيع تعطي قوة مع أقل مواد للحفاظ على وزن الجهاز ومضاد لبصمات الإصبع ففعلا لما تحط يدك أو أصابعك في أي مكان من الجهاز سواء السطح الأعلى أو الأسفل في أي مكان بالجهاز ما حتلاقي أي مكان لبصمات الإصبع والجهاز بالنسبة للمواصفات اللي فيه بما يعادله من الأجهزة من الشركات الأخرى حتلاقي مقارنة بهم أنه جدا خفيف تقريبا يصل وزنه كيلو وستمية جرام لو جينا نتكلم عن مداخل الموجودة بالجهاز وهي أهم أيضا حاجة نعتمد عليها في اختيارنا أجهزة اللابتوب هل هذه المنافذ هتفيدنا في أعمالنا أو لا فعندنا من الجهة اليمنى ثلاث مداخل في هذا الجهاز عندنا مدخلين USB Type A 3.2 بالإضافة إلى مدخل Type C أما من الجهة اليسرى فعندنا مدخل الشاحن للجهاز اللي هو الاعتيادي اللي هو سلك الكهرباء بالإضافة إلى مدخل HDMI بالإضافة إلى مدخل Type C الجيل الثاني اللي هو 3.2 اللي يدعم الشحن أيضا وهذه ميزة جدا مميزة يعني ما يحتاج الآن تشيل معاك الشاحن الاعتيادي تقدر تشحنه عن طريق كابل Type C بالإضافة إلى المنفذ الأخير هو منفذ السماعات الثلاثة ونص لو جينا نتكلم عن مكبرات الصوت أو السماعات في هذا الجهاز عندنا أربع سماعات تقريبا سماعتين من الأعلى ومكبرات صوت أيضا اثنين من الأسفل بتقنية الدولبي أتموس الصوت المحيطي الصوت في هذا الجهاز فعلا صوت جبار صوت عالي جدا مع جودة ونقاء ومحيطي صوت الدولبي أتموس أقرع عن هذه التقنية اللي هو تحسك إنك في سينما من أسفل الجهاز يحتوي على مراوح هذه المراوح تعمل بنظام تبريد ذاتي بالإضافة إلى التنظيف الذاتي أيضا من الغب بطريقة تبريد شامل عن طريق 5 أنابيب حرارية للمعالج ومعالج الرسوميات أيضا كذلك في الدوائر الداخلية اللي تزود المعالج بالطاقة وطبعا تخفيض الحرارة في أي جهاز عامل مهم جدا عشان الأداء سواء كان بالألعاب أو حتى بالمنتاج حنلاحظ أنه ترتفع حرارة أجهزة الكمبيوتر أو اللابتوب أثناء الألعاب أو حتى إن تجال استمنت الشيء أثناء الرندر حتحصل المراوح شغالة والجهاز زي النار فهذه هي وظيفة الأنابيب اللي بتساعد على تخفيف الحرارة مع المراوح في هذا الجهاز أما عندنا من أعلى الجهاز فهي لوحة المفاتيح المضيئة بتقنية أوفرستروك اللي تجعل نقرات المفاتيح أسرع في الاستجابة تحسها خفيفة جدا وتصميم بزوايا وتباعد مناسب عشان ما تغلط ولف حرف بالإضافة إلى زر البصمة وهو أول جهاز من هذا الطراز يتميز بتسجيل الدخول ببصمة الأصبع من خلال زر التشغيل بعد ما خلصنا من التصميم خلينا الآن ندخل على المواصفات أو القطعة الداخلية وهو الأهم في هذا الجهاز هذا الجهاز يأتي بمعالج الAMD الجيل التاسع 4900HS طبعا يجي 7 نانو 8 النواة سرعة 3.0 جيجا هيرتز أهم ما يميز هذا المعالج غير السرعة هو الأداء القوي ومعه تخفيف في استهلاك الطاقة يجي من الجهاز عدة موديلات هذا الجهاز اللي معايا يجي 16 جيجا رام وفيه منه 8 وفيه منه 32 أيضا من نوع DD4 وعندنا أيضا معالج رسوميات من شركة Nvidia GetForce RTX 2060 6 جيجا بايت DDR6 الآن خلينا نتكلم على النظام في هذا الجهاز يأتي بأحدث أنظمة مايكروسوفت نظام ويندوستين 64 بيت ويجي محمل بشكل مسبق بشهادة أيضا كذلك يجي بهاردسك داخلي 1 تيرابايت SSD خلينا الآن نتكلم عن الشاشة الشاشة في هذا الجهاز مقاسها 14 إنش تستحوى تقريبا على 72% من الواجهة الأمامية عالية الدقة W Quad HD بدقة 2560 في 1440 بيكسل وبمعدل تحديث 60 هيرتز وتقنية التحقق من الألوان اللي هي البان تون تعطيك رؤية ومحتوى رائع في التصميم وصناعة المحتوى الاحترافي مثل أدوب بريمير وغيره من برامج التصميم والمنتاج أيضا يجي موديل آخر حيجي بوقت لاحق 120 هيرتز معدل تحديث الشاشة طبعا الجهاز بداخله تقنية البلوتوث 5.0 كذلك تقنية الواي فاي من شركة أنتل الواي فاي 6 أما لو حابين نتكلم على بطارية الجهاز فتقريبا حتصمد معاك 9 ساعات تصفح و10 ساعات تقريبا تشغيل فيديو تدعم الشحن السريع ب76 واط وطبعا تقدر تشحنها إما عن طريق الكابل اللي جاي معا اللي هو كابل الشحن أو عن طريق مدخل التايب سي اللي شفناه في بداية الفيديو ولو بنتكلم عن أسعار فالأسعار في هذا الجهاز تبدأ الموديلات فيه من 7,099 ريال كده أكون وصلت معاكم إلى نهاية الفيديو إن شاء الله أكون أفتح كله بمعلومة بسيطة رابط الشركة نفسها حتلاقيه في صندوق الوصف أسفل الفيديو لمزيد من المعلومات يعطيكم ألف عافية لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة وفي أمان الله اشتركوا في القناة